إنا أفضل أيام الشهر ولياليه هي العشر الأواخر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم اجتهاده في العشر الأواخر وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه صلى الله عليه وسلم عبد شكور صلى الله عليه وسلم فأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم اجتهاده في العشر فيشد مئزره ومعنى يشد مئزره قيل يربطه وهذا كناية عن اعتزال جماع النساء من أجل الاجتهاد في العبادة وقال بعض أهل العلم معنى شد المئزر أنه يرفعه وهذا كناية عن الاجتهاد فإن الإنسان إذا اجتهد يشد ويرفع ثوبه من أجل أن يجتهد في العمل ولا مانع من المعنيين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويعتزل جماع النساء من أجل أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل في هذه العشر وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله فيوقظ النساء ويوقظ أهله من أجل إحياء الليل في العشر الأواخر فيعظم اعتناؤه صلى الله عليه وسلم بإيقاظ أهله فيها وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليله كله يحييه بذكر الله يحييه بقراءة القرآن يحييه بالصلاة لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي من أول الليل إلى آخره لكنه كان يطيل الصلاة في العشر الأواخر أكثر من غيرها فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل وفي ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل وفي ليلة سبع وعشرين يصلي إلى قرب الفجر صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا أن نقتدي بحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم